السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتي اليوم سأقدم لكم ايس كريم وصفي سهل و بسيطة بثلاث مكونات و لا تنسوا تدعموني بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى وصلكم بشعار بكل وصفاتي وعمل لايك للفيديو و لا تشوفوا الطريقة رافقوني لمطبخي ونوروني بحضوركم المقادير اللي راح احتاجها بكات جيلي بنكهة الفراولة نصف كباية حليم مكثف محلة كباية كريمة سائلة ثلاث ارباع الكباية مية سخنة ثلاث ارباع الكباية مية باردة هذا نوع جيلي اللي استخدمته جيلي حيواني بنكهة الفراولة وفيكم تستخدموا أي نكهة بتفضلوها راح استخدم مخلاط الكوكتيل ثلاث ارباع الكباية و راح اضيف المية السخنة والمية الباردة بخفوكم منيح لحد ما يذوب الجيلي بعد ما خفقت غبت جيلي أضف الكريمة السائلة والحليب المكثف محلة بعد ما اضفت الكريمة والحليم و كثف محلة بخفوكهم منيح لمودي الدكيكتين تقريبا بعد ما خفقت كل المكونات منيح بحط الخليط في علبة بغطيها و راح حط العلبة بالفريزر من ثلاثة لأربع ساعات لحد ما يجمد الجيل منيح لتجهيز النكهة الثانية راح تحتاج بكات الجيل بنكهية الموز نصف كباية حليم و كثف محلة كباية كريمة سائلة ثلاثة ارباع الكباية مية سخنة ثلاثة ارباع الكباية مية باردة و فيكم تستخدموا اي نكهة بتفضلوها بضيف نجيل ببريك الخفق و راح ضيف المية السخنة والمية الباردة بخفوكم منيح لحد ما ذو بتجيله نضيف الكريمة السائلة و الحليب المكثف محلة نضيف الكريمة السائلة و الحليب المكثف محلة ترجمة نانسي قنقر 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 اضع الخليط في علبة اضع العلبة بالفريزر من ثلاثة لأربع ساعات لحد ما يجمد الجيل منيح بعد مرور أربع ساعات اخرت العلب من الفريزر بعد ما اخرتهم من الفريزر بحركهم لكي اخفكهم ساستخدم العجانة لخفكهم بحط الخليط بوعي العجانة بشغل العجانة وبخفكهم بالبداية على سرعة من خفضة بعدها سوف ارفع السرعة لأعلى درجة لمدة ثلاثة دكايك تقريبا لحد ما يصير الخليط كوامه مثل الكريمة مع كبير وعلى فريزر كرم كرم وحكومت بشغل العلبة هذه العلبة سوف أضع فيها نكهتين بنفس العلبة سوف تستخدموا كل نكهة في علبة واحدة كما ترون ماشاء الله بيكون قوامه كريمي وطعمه كثير طيب جهاز آيسي كريم الموز سوف أعمل نفس الخطوات اللي جهزت فيها آيسي كريم الفراولة بخلط الخليط بعدها سوف أضعه بوعي العجاني سوف أخفقهم بالبداية على سرعة من خفضة بعدها سوف أرفع السرعة لأعلى درجة لمدة ثلاث دكايك تقريبا لحد ما يصير الخليط كوامه كثير طيب كريم موسيقى 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 لمدة ثلاث دوفق الجوق عندما موسيقى إضافة ايسي كريم الموز سوف يضع الشط Спасибо ايس كريم الفراولة وضع كل نكهب علبة لحالها اوزع الايس كريم منيح بشكل متساوي بعد ما جهزت الايس كريم اغطي العلب منيح ودخلها على الفريزر لمدة ليلة كاملة بعد مرور ليلة كاملة اطلعت الايس كريم من الفريزر اطلعت العيس كريم بسكوط العيس كريم ودخلت الكسات وانتقوم بسكوط العيس كريم وانتقوم بسكوط الكسات ف Funding مصدر سيطند فطنع اشتركوا في القناة 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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته